طيب من أحد العلوم المتبطة في المهندس الديكار هي علم الألوان وأيضا طاقة المكان ترتيب الألوان والأماكن صح فعلى أي أساس ممكن تأخذون مثلا لون معين في مكان معين مثلا المطبخ شون بتطرقون إلى شون الألوان المناسبة للمطبخ يعني هذا الموضوع يأخذنا إلى طاقة المكان اللي هي معني أعتقد هي من الصين جدي قديمة من 4000 سنة هيش تقريبا هي متعلقة بالموضوع بالعلم النفس وطاقة الألوان والمكان يعني هذا اللي يخلي الإنسان شون يحس براحة المكان أنه ما يحس مخنوق نحن نصيحها نفه أنه هذا المكان نفه يعني متعلق بالبساطة وبالتناغم الأشياء بالإضاءة اللي هسا نقصد عليها والألوان يعني هنا أربع شغلات واحدة ما يعدها للإضاءة يعني هي الإضاءة تستخدم كوظيفة للمكان إذا كان بالمطبخ، بغرفة النوم، بالاستقبال، بالحمام كل واحد إليها وظيفة يعني الإضاءة بدرجات اللي هي يبدي من الألف والتصاعد للستة الاف، سبعة تالاف اللي هو يبدي من الحار إلى البارد كل ما يصعد الرقم يكون الإضاءة أبرد اللي هو يميل للنون الأزرق يعني حالو فيبدي يعني من ثلتة الاف، أربعة تالاف هذا اللي يكون شمسي وأصفر يصعد شوية شوية أبياض لحيما يميل للأزرق فهذه الألوان الحارة والباردة وهذه الأرقام والدرجات هي تتوظف حسب المكان يعني المطبخ مثلا، نحن نريد أن المطبخ يكون نشط ما نريد أن يكون خامل فيحتاج إضاءة قوية إضاءة قوية وما إلى الأبيض والأوفايت مثلا، الغرف النوم هي تحتاج إلى واحدة أن يرتاح تكون راحة، فتكون الألوان باردة الألوان الشمسية اللي هي بالألوان الديكورات بالاستقبال لازم يكون تناسق هي يعني مو بس أنه لون كامل صاير على المكان لا، لازم يكون تناسق من الألوان الشمسية الحارة والباردة حتى معنى نوظف المكان بشكل حني طيب، نرجع عن الموضوع اللي أنت ما جوابتني عليه المطبخ أكثر شيء، النساء كنون قاعدين بالمطبخ فشنو اللون المناسب للمطبخ؟ كألوان أو كأضاءة؟ كألوان حجينا عن إضاءة أي، هي كألوان هي ماكو لون مناسب يعني هو اللون يعتمد على ذوق الشخص أنه شون يوظف هذا المكان بهذا اللون يعني هي تعتمد نفس الموضوع نرجع له بالنسبة للترجع على حسب التناغم الموجود بالبيت أو بالمطبخ يعني يربط من اللون السيراميك والأرضية والسقف حتى نوظف هذا اللون باللون الكاونتر اللي بحثي حس نفس الإنسان ماكو تشعب بالألوان تشعب بالديكور ككلاسيك أو مودرن لا يكون متناسق فهو ماكو لون محدد أكيد لازم هذا اللون يعني هو يعتمد على ذوق ممكن يفضل أن تكون الألوان هاجئة لأنه هو طبعا المطبخ يعني طاقة نار يفضل أنه يبتعدون عن لون الأحمر حسب ما أعرف صح؟ صح، لون الأحمر والألوان الكلش نارية بس موجود هو أكو ناس تسوي لون الأحمر والأصفر اللي هو هذا المستهدفة يعني نحاول أن يستهلها شوية حتى بقصوص غراف النوم الألوان المناسبة لغراف النوم الألوان المناسبة لغراف النوم هي قتلشة الألوان اللي تكون هادئة يعني إحنا عدنا بالخليجة وبالعراق بشكل خاص الألوان الصحراوية والمحايدة اللي هي يعني تمشي ويانا الأبياضة، البيجي أزرق ممكن همين الأزرق اللي مايد على النيل والأسود يعني الألوان باردة هذا اللي الأزرق كلش والأحمر كلش الأصفر كلش يعني هاي بقى أوروبا اللي تكون الجو مالتهم هو حيوي يعني مو مثل الجو مالتنا احنا حاعر فهاي الألوان الصحراوية المحايدة اللي تكون مناسبة أكثر